بسرعة مرحيم ممكن المشرف يجي يقول لك ارسم لي جرافيكس تعبر بعن الشغر العامل اللي انت عملتها او النتاج اللي انت عملتها فمسلا الجرافيكس في كزا نوع في اول حاجة جرافيك الابستراكت الجرافيك الابستراكت ده يعني زي الملخص بتاع البحث بس ملخص مرسوم ملخص بالجرافيكس بيحكي كده قصة البحث بس بالصور والايكونات وده انت غالبا هتلاقيه في ابحث لو انت قريد كويس في ابحث هتشوفه هتكون عرفته في اسكماتيك دياجرامز بتترسم مثلا ايه خطوات التجارب العاملية واحد مثلا جاب مادة هتبعليها مادة تانية قلبهم مع بعض سخنهم ترسلهم بالترشيح سخنهم تاني جففهم حطوهم مش عارف ايه بيرسم الحاجات دي بصورة ايقنة هو شرحها جدا ككتابة بس بيرجع اشرحها تاني بالرسومات لان بتدي معنى افضل بتقدم العلومة بشكل افضل والمحكمين في المجلات بيحبوا الحاجات دي في بردو اسكماتيك دياجرامز بتشرح التفاصيل الميكانيزم اللي بيحصل يعني مثلا مادة نانومترية مثلا بتنوت بكتيريا بيحاولوا بقى يرسلهم كده المادة النانو وشكل الخلية البكتيرية وازاي المادة بتهاجم الخلية البكتيرية دي وازاي بتخش جواها وبتعمل ايه وبتطلع منين وبتنزل منين كده فده اسكماتيك دياجرام بشرح الحاجة كل ده شغل جرافيكس الجرافيكس مطلوبة يعني محد يشتحكى لك يقول لك ان الشغل البحس العلمي موفوش جرافيكس معكسا مطلوب جدا ايه انا كمان عرفت من 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 بعد زملاء انه انه في مشرفين بيطلب منه انه يرسم جرافيكس من بدري كمان يقول له مثلا ايه ارسم لي جرافيكس عن شغلك السابق اللي انت عملته زمان لو هو مسلا في الدكتوراه يقول له ارسم لي جرافيكس عن شغل الماجستير ارسم لي جرافيكس مش عارف عن كزا اعمل لي فان انت اتعبر عن نفسك مش بس بالكتابة لا بالجرافيكس كمان بقت بقت حاجة فيها فيها عليها ضغط كبير دلوقتي. فانا حاولت اعمل سلسلة اسمع مهارات بسيطة لتصميم جرافيكس علمية لمناشر بنتكلم فيها اكتر على البلنامج الباوربوينت وازاي ترسم بجرافيكس بسيطة على قد المهارات اللي انا عرفها لانا ما درستش كورسات جرافيكس ديزاين تقيلة يعني او ما اشتغلتش على الفوتوشوب والحاجات التقيلة دي لكن انا بشتغل على الباوربوينت بمهارات بسيطة بس على قد لانا اتعلمت الجرافيكس المتأخر لكن النهاردة يعني ايام يمكن ما كانش فيه قوي موضوع الجرافيكس زال لكن دلوقتي بقى يبقى فيها عليها ضغط كبير فعايز اأكد عليك ان انت التعبير عن نفسك مش بس بيكون بالكتابة لا المشرف ممكن ما يعجبوش الكتابة لما ان شاء الله تكتب كتابة كويسة حتى لو نتاجك حلوة بس الكتابة مش حلوة ان شاء الله مع النتائج الحلوة والكتابة الحلوة محتاج تعبر عن نفسك وعن الكويس اللي في البحث بتاعك عن طريق ان انت تقدم كفر لتر حلو للمجلة تبهر به المحرر وتفاهمه ايه الحاجة اللي في الشغل ودي اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات كمان محتاج تعبر عن نفسك بالجرافيكس تشرح الموضوع بصورة كارتون كده او ايكونات او رسومات تشرح للقارئ الموضوع بصورة تبسط له الفكرة وتوضح حلو يعني. ففي كزا مهركة موجودة زي ما قلت لك كل اللي انا عرفه كلمت عنه في السلسلة دي وانا بزودها اول باول بازن الله ربنا يسر حال من عنده وانا حاول ايه نعمل فيها شوية تدريبات وكده. لكن مجال الجرافيكس مجال مفتوح. وكل يوم ممكن تلاقي مثلا البرامج جديدة بتنزل. حد يعمل كورس فوتوشوب مثلا. تتعلم انت جرافيك ديزاين حتى جنرال كده عموما. تصميم ايكونات حاجات. من باب انت تتعلم جرافيك ديزاين. لكن الجرافيك ديزاين للأبحاث العلمية عزيزة قوي. انا ما لقيتش فيها كورسات كتير عن نت. طبعا بدأ يزهر حقوق الملكية الفكري للصور والكلام ده ان انت مش اي ايكونات لقاءة عن نت او اي صورة تلقاءة عن نت تاخدها. ففي حقوق ملكية فكرية ممكن المجلة ترفض ان انت الصورة اللي انت واخدها دي تقول لك لأ انت الصورة دي جايبها منين. انت اللي رسامها ولا اواخدها منين. فين حقوق الملكية الفكرية بتاعت الصورة دي كده. فالكلام ده كله اتكلمنا عنه ان شاء الله في السلسلة ده هيت. فاكتب نفسك كده ان انت محتاج مهارة التعبير عن نفسك بشغل جرافيكس. انك اللي عايز تقوله سواء ملخص البحث كله او خطوات التجارب اللي انت عملتها او عايز تشرح ميكانيز ما حصل جول التجاربة بتاعتك او حاجة زي كده. محتاج تتعبر عنه في صورة صورة جرافيكس كده. تكتسب برضو جزء ان المهارة دي انك تقرى كويس الابحاث السابقة وتشوف الجرافيكس اللي مرسومة فيها. تشوف الكرتون كده اللي مرسوم فيها ده والصورة اللي معمولة فيها وتحاول تقلدها. تحاول تعمل زيها. خصوصا في مجال تخصوصك يعني. وده كلمنا عنه الى حد كبير في ده هيت بيزن. تفقنا نكمل بقى ان شاء الله يكون عندي. لانا كنا مضغطين جدا في الوقت المجلة كنت عايزة حاجة تقريبا على افتكر يعني. فكت مرعوب يعني اليوم صعب جدا وتقل جدا. وبعدين بعدا ما بعطول قال لي طب حلو بس عايزين نعادل فيه شوية كمان برضو التعدادة مكنتش عارفة عاملها ازاي. المهم الفضل هو برضو ما يقولكش يعني هو. ما يقولك ده مش حلو. طب يا دكتور ايه اللي حلو مع هو كده مش حلو. عايزين حاجات حلوة. اه هو المشرفين سعب يعملوا كده. فكنت بقعد بقى ربنا يهدينا كده وينورنا بصيرتنا ان احنا اقول طب بس طب حامل كزا طب اعمل كزا طب اعمل كزا. غطم ربنا يفتح علينا. ابعته له مرة واثنين وثلاثة. الغطم ما يقتنى. يقول لي خلاص تمام هو كده حلو. وفعلا اتبعت الحمد لله. بس انا محدش قال لي ان انا جاهز نفسي البرارة الجرافيكس. فانا بنصحك بكده من دلوقتي. علشان ما تتزنعش تتزنعش. فانا دي هذا بس الفكرة يعني زي ما امتبقى اي اكيد لاحظت بايت السلسلة بإذن الله. نكمل بانتو على بيديوات الجامعة. شكرا.